موسيقى موسيقى من أكثر من 50 سنة ونحن نجرب ربما نحتاج إلى استعانة بالنظام العسكري يعني عسكرت النظام وهي ربما هي كانت إشارة فقط حالية لأنه يصعب تطبيق هذه هذه فقط كانت مزحة فقط هي فكرة شوف نكونوا واضحين اليوم اليوم كان أزمة ربما نتيجة دلتراكم مجموعة من الاختلالات ولكن اليوم كان أزمة والعنوان ديالها هو أنه اليوم تلميذ المدرسة العمومية مفروضة عليه عطلة قصرية الآن الآباء الآن ضحية الأبناء تلاميذ ضحية المدرسة العمومية ضحية الأستاذة هو ضحية الآن كان أزمة كان إشكال كبير الآن ما يمكنش ونحن نشوفه في الزلزال اللي يضرب المملكة زلزال الحوز كيفش أن جلالة المالك ومع التضامن الشعبي وهذا التكاتف جاوزنا الأزمة أكثر منه كأنه تم بناء خيام والزلزال ما وقفش ما وقفش حق التلميذ في التمدرسة جلالة المالك والشعب مغربي وكل السلطات العمومية تجندت من أجل تأمين الزمن المدرسة كيف الزلزال قدرنا أننا نفتح فيه الخيام ونبنيو خيام باش التلميذ يقرأ والآن في الظروف العادية ما قدرناش نفتح له حوار ولو حنصر يوصر كان نحمل المسؤولة للجامعة كل شي مخطئ كل شي مخطئ الآن لا ليخرج المرسوم مخطئ لا ليخرجوا بهذا الصيغة مخطئ لا النقابات مخطئة لا الأستدام لأنه كان خاصنا نقلسه أو على الأقل نضمنه التلميذ حقه في التمدرس ونقلسه أما نديره التلميذ رهينة ونختطفه التلميذ من أجل المطالب فاسمح لي الطالب مشروعة لكن حق التلميذ مقدس أنا كنقول الطالب دي الأستاذ الأستدام مشروعة ومقبولة وتناقش أنه ما يمكنش هذا الكم مئة ألف أستاذ يحتجون ما يمكنش كلهم يكونوا خاطئين نتفهم السياق صعيب والوضع صعيب والأستاذ راهو ومواطن مغربي عنده ارتباطات وعنده انتزامات وعنده حقوق وبغير يعيش في ظروف مريحة الآن الوضع ملتهب من حقه أنه يحتج وشنو بغيتهم شي بغير يحتج ولكن هذا غياب الحوار وما كانش تواصل والمدرسة مسدودة والتلميذ ومفروضة عليه عطلة قصرية والآباء ينظرون بلا حول الملاقو هذا هو الإشكال الحقيقي ما زال كان أكد وكان قول خطاب العسكرة كان داخل المجتمع المغربي راه المجتمع المواطن المغربي مواطن وندكي ويطرح الأسئلة الكبرى ويطرح التصورات الكبيرة راه الآن المغاربة كيقارنوا ما بين المستشفيات العموع المدني والمستشفيات العسكرية وكيشوفوا المنتوج وكيشوفوا التدبير وكيشوفوا الفرق بين مؤسستين واحدة كتدبر بشكل مدني واحدة كتدبر بشكل عسكري وأقصد بالعسكرة النظام أقصد الاندباط احترام الحقوق ماشي الفوضى اللي بغي ديش حاجة يديرها اليوم كان عيشوا في المدرسة العمومية الفوضى اللي بغي يسد القسم يسدوا اللي بغي يسبغوا يسبغوا اللي بغي يطيحوا يطيحوا اللي بغي يسبغوا بلزق يسبغوا بلزق يسبغوا بلزق يسبغوا بلكحل هذا المنطق ديال الفوضى هو ما قصدته أننا محتاجين إلى استعادة النظام الاندباط بناء النظام داخل المدرسة العمومية هذا ما قصدته بمفهوم العسكرة وليس بمفهوم ما روج له البعض أننا نريد أن نحوله إلى النظام عسكري لا ليس النظام عسكري ولكن العسكرة أقصد بها بناء الاندباط وبناء الحدود وكل ما يدير لعليه من أجل بشهد المدرسة تمشي لقدام ونضمنه زمن مدرسي ونضمنه حق التلميذ ونوفره الطمأنينة للآباء والأساة هو يكون مرتاح هكذا المنظومة ستشتغل أما هذا الصراع شدد شي وهذا المنظومة الحربية شعارت لك الترفع شعارت للحرب شعارت للعنف كلها شعارت عنيفة هل فقدنا القدرة على التواصل هل فقدنا القدرة على الحوار حتى أننا نعيشوا هذه الخطابات إذن نقول إلى الأمة المغربية لأنه الزلزال ديال الحوز الناس لم يرون دولة لم يرون الأمة المغربية إذا كانت الأمة المغربية انتصرت على الزلزال كما أكد جالة الملك بهذه الروح الوحدوية والتعبوية وكانت تضامن منقطع النظر بين الملك والشعب والحكومة وقدرنا أننا نأمن الزمن لمدرسة الوليدات وقدرنا أننا نبنيه لأن الوليدات الماضية لأولا وساعة كيفاش ما قدرناش وفي الزمن العادي نفتح مدارسنا هذا هو الإشكال رسالة الأساسية أنا أختلف معي وأؤكدها الآن وللمرة الألف سأؤكدها أنا معهم من الخائدين في معركتي من أجل كرامتهم لكن لا ينبغي أن تكون كرامة على حساب التلميذ مغيت معركة تكون أخلاقية نحتجوا؟ نعم نوصلوا لسالتنا؟ نعم يكون احتجاج مستدام؟ نعم يكون احتجاج طويل النفس؟ نعم ولكن ليس على حساب التلميذ صحيح قد تقول لي لكن أنا كنقول بغيناها معركة أخلاقية رأي الحسن الثاني رحمه الله والشعب المغربي حررنا الصحراء ديالنا واسترجعنا بلادنا بدون قطرة دم واحدة وكانت المسير هذا حلول سلمية بغيناها معركة أخلاقية باش كل بين الربح والقلوب مش فقط ربح الساحات مش مئة ألف يلحل بين الربح والقلوب إلا ربحنا قلوب المغاربة وعقول المغاربة كل شيء سنكون مع الأستاذ لأن الأستاذ خونه ويدنا وينتمي لهذه الدولة إلى هذا الوطن العزيز إذن فرات الأستاذ خاصنا نفكر فيه لأنهم لي كنفكر في أستاذ حين كنفكر في تلميذ شوف الإشكال اللي يقع هو ربما السرعة والتصرع في إصدار النظام الأساسي لجل التعليم كان هذا المرسوم يدوز عن طريق المؤسسة الشرعية ويخدع النقاش صحيح أن تأخره ثلاث شهر بين المناقاشات المدولة الغرفة الأولى المجلس النواب ثم المجلس المستشهرين ثم المحكمة الدستورية ولكن الله هم تلتشهر ونعطيه نص جيد نص فيه توافق نص فيه قاع الأراء عوض أننا الآن نحن الآن نهضر زمنا مدرسيا غاليا لضيعنا ساعة التلميذ والله نبقى نجبرناها له وهذه الأزمة الحقيقية أننا لا نفكر في أبنائنا شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر